سنويا ومنذ خروجهم القصري من بلادهم اعتاد اليمنيون في المهجر إحياء ذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر وهو ما لم يكن قائما في السابق حيث كانت المناسبة مهمة الجهات الرسمية لكن وبعد أن عان اليمنيون من التشرد فقد أصبحت هذه المناسبة تتعنيهم وأدركوا قيمتها حين أحاطها المتآمرون وأرادوا العودة إلى ما قبلها ويعاد إحياء المناسبة في دول مختلفة اجتمع فيها ضحايا انقلاب ميليشيات الحوثين وهم يرددون أهدافها وما كانت تسمو إليه ويحلمون بيوم يستعيدونها فيه في الداخل أيضا لا تتوقف الاحتفالات في كل مدينة محررة توقد الشعلة ويطوف الناس بآمالهم من الثورة التي يشعرون أنها تواجه أكبر الأخطار وقد استعادت ثورة السادس والعشرين من سبتمبر بريقها فبعد سقوط العاصمة صنعاء في أيدي ميليشيات الحوثين أراد اليمنيون أن يحتفلوا خارج العاصمة وتنوع الطرق الاحتفاء بالثورة وجميعها تحاول التعويض عن ما كان يحدث في صنعاء فمن العروض الفنية إلى الاستعراضات العسكرية التي تجوب الشوارع وتقام في كل مساحة ممكنة تنقلت الاحتفاليات وأرادت جميعها إيصال رسالة واحدة أن الثورة وإن تقدم عمرها وازداد عدد من يعيقون طريقها لا يمكن لها أن تنطفئ وكل حال دون ذلك هو حال موقت كما يقول أحفاد منثار على الظلمات وهم يناضلون لأجل ثورتهم الجديدة